أنا أعتقد إسرائيل غلبت إيران في هذه الجولة وغلبت حزب الله في هذه الجولة حزب الله كان مخترق من يوم البيجر من يوم البيجر والآدة تتردد أنه مسؤول كبير في حزب الله كان مسؤول على اتصالات وهرب إلى إسرائيل لم نتأكد من هذه المعلومات وذكروا اسمه أن هذا الشخص هو الذي أعطى المعلومات لأنه كان مسؤول الاتصالات وبالفعل يمكن أن تطمئل لهذه المعلومة قليلا لأن هذا الجمع الآن أكثر من عشرة من قيادة حزب الله هذا الجمع طبعا ليس أن شخص يذهب ويطرق الأبواب ويقول اليوم القعدة بفلان مكان والجلسة أكيد هذا ناتج عن اتصالات هذه الاتصالات كانت مخترقة من البيجر أرسلت إسرائيل رسالة أنه احنا اخترقناكم يا حزب الله احنا نسكم ولكن للأسف لم يتخذوا هذا الحذر عمليات القصف لثلاثة أيام كانت تستهدف علي كركي إبراهيم عقيل اليوم نبيل القاووق أعتقد هذا كله يشير إلى أن هناك خرق كبير يبدو لي إيران كانت تفكر بعد ذهاب بزشكيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك فرصة لتفاهم هناك فرصة لعقد التفاهمات جديدة ولكن أنا حقيقة تابعت يعني منذ سبعة أكتوبر لحد الآن أنا أتابع بدقة كلما اقترحت هدنة وجاء بلينكين إلى المنطقة بعد زيارته بأيام تحدث معارك كبيرة جدا زاد التصعيد يزيد التصعيد وهو ليس لديه سوى مصطلح خضر التصعيد طبعا هذا خضر التصعيد يعني هو إما وقف لإطلاق النار أو خضر التصعيد تخفيف قتل المدنيين يعني بدلا ما تقتل 100 أقتل 90 أعين أعين